نتكلم عن طريقة السلف مع القرآن لم يترك السلف الصالح القرآن يعني لم يهجر القرآن ولم يقرأ القرآن فقط دون تدبر أو عمل كانوا حفظ يومي لهم للقرآن وفي كل يوم ينظروا في تفسير هذه الآيات لا يلزم نقرأ من تفسير مطول نقرأ من تفسير مختصر نعم إذن نحفظ حفظ يومي ستران قبل أن نصحح القرآن على شيخ متقن ثم نقرأ من تفسير مختصر نعم أو نسمع ونستعين بالله على العمل حتى نجمع بين العلم والعمل نعمل بالقرآن أهم السورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة فالخطأ في الفاتحة قد يكون سبب لبطلان الصلاة وكذلك نهتم بقصار السور من الزلزلة إلى الناس والله أعلم لدينا أتحدث السورة الفاتحة